اشتركوا في القناة طلاب الأعزاء في المدرسة الرشدية الثانوية للبنين معكم أستاذ محمد تنديس في مادة تكنولوجيا المعلومات تحدثنا في الدرس السابق عن مواقع التواصل الاجتماعي ذكرنا أن هذه مواقع التواصل الاجتماعي هي من أسهل الطرق التواصل وأقلها تكلفة وذكرنا أيضا أن أول موقع للتواصل الاجتماعي كان يسمى classmate.com هذا هو أول موقع للتواصل الاجتماعي الذي تم نشره في عام 1995 ميلادي كان حلقة وصل بين طلاب المدارس الأمريكية في الولايات والمقاطعات المختلفة تحدثنا أيضا عن موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الذي أنشأه مارك زوربينغ عام 2004 مع مجموعة من زملائه الطلبة في جامعة هارفورد حيث كان مستخدما آنذاك لتواصل طلاب الجامعة ثم امتد ليشمل جامعات أخرى وانتهى الأمر كموقع متاح للجميع وأيضا تحدثنا عن موقع التواصل الاجتماعي الثاني وتحدثنا عن موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وأخيرا تحدثنا عن هذا الموقع الذي يسمى LinkedIn الذي يعاد من الشبكات الاجتماعية المهنية المتخصصة التي تسعى لإظهار مهارات الفرد وقدراته المهنية والوظيفية هذا موقع التواصل الاجتماعي الذي يسمى LinkedIn تحدثنا أيضا في نهاية الدرس السابق عن ميزات مواقع التواصل الاجتماعي من ميزات مواقع التواصل الاجتماعي أولا توفر التواصل المستمر بين الأفراد والمجموعات المختلفة ثانيا تمكن من تواصل المستخدمين ذوي الاهتمامات والميول المشتركة وإنشاء مجموعات الخاصة بهم ثالثا توفر المحادثات التفاعلية بين الأفراد والمجموعات بأشكالها المتنوعة ومن مراسلات فورية وغير متزامنة رابعا تهيئ لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأفراد والجماعات من خلال نشر المعرفة والمصادر وغيرها خامسا تساعد في تخطي القيود والحدود المتمثلة باللغة والثقافة والمكان والزمان درسنا اليوم سنتحدث عن استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي من استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي أولا يستخدمها الأفراد للتعبير عن شخصيتهم وآرائهم في قضايا مختلفة ومرتبطة بالبيئة المحيطة بهم والمجتمع الذي يعيشون به ثانيا تستخدمها المجموعات لإجراء اللقاءات والحوار والمناقش فيما بينهم في مكان واحد بعد أن تعذر لقائهم الواقعي ثالثا تستخدم لتقديم الخدمات الإخبارية والبرامج المتلفزة رابعا في التجارة والتسويق والتواصل بين المزود والزبائن خامسا في التعليم وتبادل الخبرات ونشر الوسائل التعليمية ونتاجها سادسا تواصل الدوائر الحكومية مع الجمهور بهدف تطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من التغذية الراجعة المباشرة مع الجمهور إذن هنا نحن نتحدث عن استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا التي نعيشها نحن أولا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها الأفراد اللي هم الأشخاص نحن وأنتم للتعبير عن شخصيتهم وآرائهم في قضايا مختلفة ومرتبطة بالبيئة المحيطة بهم والمجتمع الذي يعيشون به ثانياً تستخدمها المجموعات لإجراء اللقاءات والحوار والمناقش فيما بينهم في مكان واحد بعد أن تعذر لقائهم الواقع ثالثاً تستخدم لتقديم الخدمات الإخبارية والبرامج المتلفزة رابعاً في التجارة الإلكترونية والتصويق والتواصل بين المزود والبائع التجارة الإلكترونية هي عملية البيع والشراء باستخدام الإنترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الشائع في عصرنا هذا خامساً في عملية التعليم وتبادل الخبرات ونشر الوسائل التعليمية وخاصة في ظرفنا اليوم الذي نعيش به نحن نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي للتعليم وأيضاً نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الخبرات بين زملائنا المعلمين خامس سادسا تواصل الدوائر الحكومية مع الجمهور بهدف تطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من التغذية الراجعة المباشرة من الجمهور سنتحدث الآن عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في مناحي الحياة باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا رئيسيا في حياتنا اليومية على مستوى الفرد والمجتمعات بشتى أنواعها وأشكالها والتضخم اليومي المستمر في عدد مستخدميها يعني دور مواقع التواصل الاجتماعي في عصرنا هذا وفي يومنا التي نعيش به أن مواقع التواصل الاجتماعي هو جزء رئيسي في حياتنا اليومية على مستوى الفرد والمجتمعات بشتى أنواعها سنتحدث الآن عن أبرز أبرز مجالات التواصل الاجتماعي أبرز مجالات التواصل الاجتماعي لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في مجالات الحياة ومن أبرزها المجال الاجتماعي المجال التعليمي والمجال التجاري والمجال الإعلامي إذن لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في مجالات الحياة ومن أبرزها أولا المجال الاجتماعي المجال الاجتماعي نشهد ازديادا كبيرا في التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي نتيجة لسهولة استخدام هذه المواقع وتوفير التكنولوجيا المناسبة لها حيث أصبح الفرد لا يشعر ببعد عن أحبائه وأصدقائه عنه وأصبحت شبكة علاقاته الافتراضية أكبر وأوسع منها في العالم الواقعي كونها تتيح التواصل بشكل متزامن وغير متزامن دون حدود وعقبات ما المقصود بمتزامن وغير متزامن؟ المقصود بمتزامن وغير متزامن أننا نستطيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التواصل مع أصدقائنا وأحبائنا في أي وقت نحن نريده بل مقصود بكلمة متزامن أو غير متزامن يعني عند عملية التواصل الاجتماعي من خلال هذه المواقع إذا كان متزامن أن يكون أنت والشخص متصل أنت وهو في نفس اللحظة تستطيعون تبادل الرسائل في نفس الوقت؟ غير متزامن أنك تستطيع إرسال الرسالة له وهو يستطيع الرجوع إليك في الوقت المناسب له ثانيا المجال التعليمي المجال التعليمي انتشر التعليم الإلكتروني بشكل واسع في الفترة الأخيرة حيث سهلت مواقع التواصل الاجتماعي وأسهمت في ذلك وهذا ساعد في توطيض العلاقة بين الطلاب أنفسهم والمعلمين أنفسهم من جانب وبين الطالب ومعلمه من جانب آخر وهذا ما يوفر مبدأ التحفيز والترغيب الذي يزيد من قدرات الطلاب إذن المجال التعليمي أشهر ما نتعامل معه اليوم هو التعليم الإلكتروني في هذه الفترة الأخيرة وخاصة في أيام من هذه التي نعيشها حيث سهلت هذه مواقع التواصل الاجتماعي وأسهمت في ذلك وهذا ساعد في توطيض العلاقة بين الطلاب أنفسهم والمعلمين أنفسهم وبين الطالب ومعلمه من جانب آخر وهذا ما يوفر مبدأ التحفيز والترغيب الذي يزيد من قدرات الطلاب إذن هنا تحدثنا عن أولا المجال الاجتماعي والمجال التعليمي ثالثا المجال التجاري المجال التجاري تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم التواصل لتصبح أداة قوية يمكن استخدامها من قبل الأفراد والشركات في تطوير المعاملات التجارية وبذلك كان لها الدور الأكبر في تحسين التجارة ونمو الاقتصاد من خلال الدعايات والإعلانات التجارية المدرجة فيها إضافة إلى التصويق إذن في المجال التجاري يمكننا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نشر التصويق من خلال الدعايات والإعلانات التجارية حسب نوع موقع التواصل الاجتماعي يوجد مواقع تستطيع فيها أن تروج أو أن تعرض السلعة التي تريدها بالمجان ويوجد مواقع أخرى تستطيع عملية الدعاية مقابل مبلغ من المال المجال الإعلامي المجال الإعلامي لمواقع التواصل دور مهم في نشر الأخبار والأحداث بسرعة قصوى وبكل سهولة مما يتيح للأفراد معرفة ما يجول حولهم دون أدنى جهد أيضا وسائل التواصل الاجتماعي في المجال الإعلامي سهلت علينا لتواصل الأخبار ونشر الأخبار والأحداث بسرعة قصوى سنتحدث الآن عن مواقع التواصل الاجتماعي في التعليم انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي ودخلت جميع مجالات الحياة وأبرزها مجال التعليم بشكل خاص فتجد المعلم والمدير والطالب وكل من ينتمي إلى أسرة التربية والتعليم قد تفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ما فالمعلم على سبيل المثال يتواصل مع طلابه ويقدم لهم المعرفة ويتابع في تعلمهم من خلال إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي كما أصبح كل ما يتعلق بالتعليم متوفرا على مواقع التواصل الاجتماعي من كتب دراسية ومصادر تعليمية واختبارات وأنشطة وغيرها الكثير مما ساعد الطلبة على الاستفادة والتنويع والاطلاع على الكثير من مستودع المعرفة الإلكتروني وساعد المعلم في الاطلاع على أفكار وآليات التعليم المختلفة وتبادل الخبرات بين جميع الفئات سنتحدث الآن عن آثار مواقع التواصل الاجتماعي لكن بالبداية دعونا نشاهد هذا المقطع القصير من الفيديو هكذا كانت البداية تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير أصبحنا مدمنين قليل التفاعل سطحي الإدراك فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل اختزلنا مشاعرنا في رسالة وأبوتنا في تغريدة وأمومتنا في مقطع لا يتجاوز العشر ثوان طهون الطعام ليس لنأكله بل لنأخذ له صورة واجتمعنا لنفقد إحساسنا ببعضنا واهتممنا بتسجيل اللحظات أكثر من أن نعيشها سجلنا مواعيدنا وتذكيرا بها ولم نحضرها أصبحت الكتب سهلة الحمل ولكننا لم نعد نقرأ اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا لم نعد ننظر في أعين أبنائنا فبحثوا عن آخرين يشاركونهم يحدثونهم ويلعبون معهم أصبحنا ملولين مشتتين منزعجين نشكو فقدان اللحظة وغياب الابتسامة وأصبحنا نردد آه يا زمن أول علاقاتنا الاجتماعية ضعفت وروابطنا الأسرية تلاشت ولم نعد حتى نطيق الجلوس في العالم الحقيقي وفاجأتنا الأرقام عدد المستخدمين للإنترنت تجاوز الستين بالمئة في كل دقيقة يتم رفع 72 ساعة فيديو على يوتيوب حول العالم ويتم نشر 277 ألف تغريدة على تويتر ومشاركة 347 ألف صورة على واتساب و2 مليون وخمسمائة ألف محتوى على فيسبوك بمعنى أننا من بداية الفيديو وحتى الآن تم رفع 180 ساعة على يوتيوب و692 ألف وخمسمائة تغريدة حول العالم ولك أن تحسب الباقي يقضي المستخدمون ما يقارب العشرين دقيقة من كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يعني 25 سنة من أعمارهم تقريبا ارتفاع معدل نسبة الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي إلى 50% أظهرت الأرقام أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على الترابط الأسري فقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يقضون وقتاً مع عائلاتهم من 8% عام 2000 إلى 34% في وقتنا الحالي بسببها بالإضافة إلى أن نسبة 32% من الأشخاص يتناولون الوجبات أثناء تصفحهم مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت الدراسات التي قامت بها جامعة بايلور عام 2012 بأن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك تساهم في نشر الكراهية بين فئات المجتمع الواحد حيث ينشر فيها مواد فيها سخرية وعنصرية استغلالاً لحرية التعبير المتوفرة فيها وعدم وجود رقابة كما هو الحال في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة هكذا كانت البداية ولكن هذا لا يعني أنها النهاية نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعاً أجمل نشعر فيه ببعضنا نصل فيه أرحامنا نساعد فيه المحتاج وننشر المحبة بيننا نتعلم كيف نربي أطفالنا نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت ونعيش مشاعر حقيقية نعطي كل شيء وقته عائلاتنا أعمالنا وأصدقائنا ولا ننسى أنفسنا سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها وسنتصل ونصل إذن أعزائي الطلبة قبل أن نتحدث عن آثار مواقع التواصل الاجتماعي شاهدنا الآن مقطع فيديو قصير يوضح عن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يقتصر أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي هي متجهة نحو السلبيات فقط وإنما سنتحدث في البداية عن الآثار الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي أولا جعلت العالم قريصا صغيرة حيث سهلت الاتصال والتواصل بين الناس ثانيا إعطاء فرصة للأفراد بطرح مواهبهم وإخراجها للناس ونشرها ثالثا تساعد الأفراد في إنجاز الأعمال بسرعة أكبر مع عدم ضرورة التواجد في المكان والزمان ذاته رابعا التواصل بين الأفراد والجماعات بتكاليف خليلة نسبيا لا تتعدى تكلفة الاشتراك بخدمة الإنترنت خامسا تطوير القدرات من خلال التواصل مع خبراء في المجالات الحياتية والمهنية المختلفة إذن في البداية نحن شهدنا مقطع فيديو خصير يوضح عن آثار مواقع التواصل الاجتماعي ولكننا هنا يوجد لدي خمس نقاط خمس نقاط هذه النقاط للآثار الإيجابية أولا جعلت العالم قرية صغيرة ثانيا إعطاء فرصة للأفراد بطرح مواهبهم ثالثا تساعد الأفراد في إنجاز أعمالهم بسرعة أكبر رابعا التواصل بين الأفراد والجماعات بتكاليف قليلة نسبيا لا تتعدى تكلفة اشتراك بخدمة الإنترنت خامسا تطوير القدرات من خلال التواصل مع خبراء في المجالات الحياتية والمهنية المختلفة أما الآثار السلبية أولا ضعف في العلاقات الاجتماعية الواقعية بالرغم من تطور المجتمع ثانيا عدم موثوقي بعض ما ينشر على تلك المواقع ثالثا الإدمان والإفراد في استخدام هذه المواقع رابعا انتحال البعض شخصيات وهمية جميعا نعلم أن الآثار الإيجابية هي موجودة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والآثار السلبية أيضا موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي الآثار السلبية نتجت من خلال عدم تنظيم الوقت الكافي لنا نحن لا نعلم كيفية تنظيم الوقت وبالتالي مواقع التواصل الاجتماعي سببت لنا مراحل الإدمان هذه مراحل الإدمان أدت إلى ضعف في العلاقات الاجتماعية الواقعية بالرغم من تطور المجتمع ثانيا عدم موثوقية بعض ما ينشر على تلك المواقع وهذا ما نشاهده في عصرنا هذا ثالثا الإدمان والإفراط في استخدام هذه المواقع رابعا انتحال البعض شخصيات وهمية هذه هي الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي يعني نحن لا نتحدث فقط عن آثار إيجابية وإنما يوجد لها آثار سلبية إذن مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هو سلاح ذو حدين مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين الحد الأول الإيجابي أنها جعلت العالم قرية صغيرة أعطت الفرصة للأفراد بطرح مواهبهم ثالثا ساعدت الأفراد في إنجاز أعمالهم بسرعة أكبر رابعا التواصل بين الأفراد والجماعات بتكاليف قليلة خامسا تطوير القدرات من خلال التواصل مع خبراء في المجالات الحياتية أما الاتجاه الآخر السلبي ضعف العلاقات الاجتماعية عدم موثوقية بعض ما ينشر ثالثا الإدمان والإفراد في استخدام هذه المواقع وانتحال البعض شخصيات وهمية سنتحدث الآن عن الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي لأن مواقع التواصل الاجتماعي له أهمية ودور كبير في الأثار الإيجابية بالتالي نحن الآن نريد أن نرى كيف نستطيع استخدام هذه المواقع بالشكل الآمن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي جميع فئات الناس ويتبادلون فيما بينهم اهتماماتهم وهواياتهم إضافة إلى الملفات بشتى أنواعها من الملفات النصية أو الصورية أو الصوتية والتسلية وقد يستخدم آخرون تلك المواقع استخداما غير سليم وبالتالي يعودون بالضرر على أنفسهم وغيرهم ممن يتواصلون معهم في نهاية هذا الدرس سنلخص أهمية التواصل الاجتماعي وأثار التواصل الاجتماعي بأنه هو سلاح ذو حدين له الآثار الإيجابية الكثيرة والمتنوعة وأيضا يوجد بعض الآثار السلبية نتيجة الإفراد في الاستخدام وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي أدت إلى الإدمان إلى هنا سنقف في درس اليوم وشكرا لكم لحسن استماعكم